السلام عليكم ازايكم يا احلى مشتركين على قناتي قناة انا واختي النهاردة هنشوف فيديو جديد بيتكلم عن شنطة هالو كيتي شنطة جميلة ومميزة هنعملها مع بعض تابع الفيديو دي شكل الشنطة بتاعنا قدقي شكلها جميل ومميز هتعمليها بايدك بخامات بسيطة وامكانيات سهلة لو عايزة تشوفي الفيديو تابع للنهائية الادوات بقى الرسمة البطرون بتاعنا اللي هو هالو كيتي طبعا مقص وقلم رصاص وشايفين البقرة دي ده اسمه فازلين الفازلين ده بيلزق اي حاجة على الهدوم بالمكوى بوسطة المكوى هنشوف تطبيقه معنا هيبقى ازاي ومسدس الشمع مهمة قوي واهم حاجة بقى في الموضوع اللي هو العنصر الاساسي لعمل الشنطة ورق الجوخ او قماشي الجوخ طيب نبدأ الشنطة بتاعتنا انا رسمت خلاص البطرونة هوا شايفين اللي بلون الاسويت دوت عشان الجزء ده هيبقى لونه اسمر طيب دلوقتي البطرون بتاعت الشنطة هيبقى ليها وش وليها ضهر فالوش بتاعها اللي هيبقى عليه الرسمة والظهر اهو انا رسمها نفس المساحة بالضبط اتهاد الوش بس مش عليه اي رسومات تانية طيب عشان كده انا قلتلكو هقص من الجزء ده اتنين كتعتين واحدة لونها ابيض واحدة لونها ايه اسود اللي لونها ابيض دي هتبقى في ضهر الشنطة الجزء اللي هو الخلفي او الظهري بتاع الشنطة طيب قمالة اللي لونها اسود دي هتبقى هي في وش الشنطة اللي هي دي اللي هو الجزء ده تمام يعني الجزء ده بالاسود هو الوش طيقة حدود الرسمة الجزء الابيض اللي في النص ده ده انا هقصته بقماش الجوخ اللي هو اللي لونه ابيض تمام يعني هيبقى قماش اسود وتحته قماش عفوا ابيض وتحته جزء اسود فهي دي شكل جمالي قوي ووضح الرسمة معنا الفيونكا بتاعتها او البند بتاعها دي معمولة باللون هعملها باللون فوشي او احمر ومع اللون الاسود تمام بس كده ده المطلوب في الرسمة بتاعت ايه تصميم الشنطة بتاعي طيب دلوقتي انا عملت الوش والضح محتاجة مجي اشبكم مع بعض اقيس المحيط بتاع جسم ايه التصميم بتاعي يعني انا اقيس من هنا لهنا هحط فتلة خيط كده وامشي 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 تمام بعد كده فتلة الخيط دي اقسها على مزورة او اقسها على مستره اشوفها هي طلعت كم سنتي انا دلوقتي في التصميم بتاعي البطرون بتاعي دوت طلع المحيط طوله 13 سنتين انا بقيس الجزء ده ليه عشان دي القطعة اللي انا هعملها توصل ما بين الوش وما بين ايه الظهر هيبقى في قطعة هنا اللي هي الجنب جنب الشنطة تمام فالقطعة دي لازم تكون بدقة من اول الودن هنا لحد هنا فانا هقسها بخيط واقسها على ايه المستر فهي طلعت هيبقى طولها حوالي 13 سنتين على حسب البطرون اللي انا رسميه وانا هعملها العرض بتاعها يكون او عمق الشنطة بقى اللي هيبقى عمق الشنطة 4 سنتين الفيونتا اللي على راس كيتي انا قصتها الوحدة لاني طبعا هحتاجها في ربطة الشعر واحتاجها في الاسورة اللي على الايد واحتاجها في توكة الشعر والطوق وهكذا انا قلبت الشنطة على ضهرها عشان اورريكم بس اللي جيب بتاعي الفلوس بتاعي الاطفال ايه شكله جميل خالص هي قطعت قماش عادية خالص وعملت فيها قصرتين من الجنب ودبستها اهيت وعملت لها اسكوتش اللازق الاسكوتش ده بس تمام بقيتها المحفظة بتاعي طفل بدأت ركبت الصوستر كنت نقيست المسافة بتاع الجزء دوت تمام واستعليها السوستة وقصيته واللزقته بالشامل. فتح بقى شانتتنا الجميلة ونشوفها بتاخد قد ايه. شانتة قوية جدا ومساحتها كويسة. شانتة فتحناها. بصوا جوه الشانتة ايه? اللي باستكم? مونيكير. زبت زبت كاكاو. كحول معقب. الشانتة شايفين مساحتها جماعة وطبعا ايدي دخلة فيها كويس جدا. ايدي الاطفال طبعا بتبقى اصغر من ايدينا بكتير. بصوا الجيب السحر السغنة ده بسكوتش. وفي ايه? في العديات بتاعتها او الفلوس. شانتة جميلة ومميزة وسهلة تقدر تعمليها بايدك. بسي على حسن استماعكم مع السلام.